بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا يقول ربنا سبحانه وتعالى في محكم التنزيل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد هذه الصورة قليلة الكلمات غزيرة المعاني ورد عن سيدنا عقب بن عامر رضي الله عنه أنه قال كنت أسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب فرسه فوضعت يدي على قدمه الشريف وقلت له يا رسول الله أقرئني سورة هود وأقرئني سورة يوسف فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنك لن تقرأ صورة خيرا من قول الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ليدلنا صلى الله عليه وآله وسلم على فضل هذه الصورة العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأها على الحسن والحسين يعوزهما بها من عين كل حاسد ومن نظرة كل شرير كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعونا إلى قراءة هذه الصورة الكريمة وهذه الصورة من الصور المكية وقد نزلت في مقدم الصور القرآنية فترتيبها في النزول رقم عشرين وهذه الصورة الكريمة لها معاني عظيمة ولها معاني قوية دعانا الشرع إلى أن نكررها في أذكار الصباح وأذكار المساء ونكررها بقصد الحفظ والحماية نقرأها على أبنائنا حتى يحميهم الله سبحانه وتعالى من عين كل حاسد أو حاقد أو عين ردية ورد في سبب نزول هذه الصورة أنها نزلت حينما صحر لبيد بن الأعصم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان المحققون من المفسرين يقولون إن حادثة السحر وقعت في المدينة والصورة من الصور المكية فهذا يضعف هذا ويبين أن الصورة نزلت بعامة في بداية العهد المكي من أجل الحماية ومن أجل الحفظ وتكرر تذكير النبي بها أو تنبيهه صلى الله عليه وآله وسلم أن يتعوذ بها وبقوله تعالى قل أعوذ برب الناس في مقاومة سحر الساحرين وحسد الحاسدين اجتملت الصورة الكريمة على كلمات قوية قل أعوذ برب الفلق والمراد به فلق الصبح هذه الآية الكونية الدالة على وجود الله من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب اختلف المفسرون في كلمة غاسق فقالوا إنها تتناول سلاسة معاني غاسق إذا وقب يعني ظلمة الليل إذا دخلت فإن الشرور تكثر مع دخول الليل فكأنك بهذه الآية الكريمة تتعوذ من الشرور التي تكثر مع دخول الليل والشرور هذه مادية ومعنوية ثم قال المفسرون إن كلمة غاسق تشتمل على الظالم الذي يخرج في هذا الوقت يريد أن يضر الناس ويسعى في الأرض فسادا وتشتمل كذلك على صنف سالس وهم من تمهروا في السحر فإنهم يشتغلون في هذا الوقت التماسا لإصابة الناس بالأزى فكانت هذه الآية الكريمة تشتمل على معاني متعددة وبها ما يربو على الحصر من المعاني يعلمنا الله إياها حتى نتعوذ بها ونقولها صباحا ومساءا ونقولها في كل وقت وورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لو استطعت أن لا تخلي صلاة من صلاتك منها فافعل فكأن هذه الصورة يستحب لنا أن نقرأها بقصد الحفظ والحماية ونقرأها كذلك في الصلاة فما أعظمها من صورة قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد هذه تصدق على بعض الساحرات الذين يعقدون وينفسون في هذه العقد ينفخون ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد فكانت كلمات جامعة اجتملت من المعاني على ما لا يمكن حصره فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ببركة هذه الصورة الكريمة وأن يجعلها حفظا لنا ولأحبابنا من كل مكروه وسوء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته